تختتم اليوم بطولة قطر كلاسيكي لسكواش والتي تتضيفها الضوحة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الجالي بقيم الجوائز المادية تصل ل190 ألف دولار للرجال ومستهم للسيدات والتقى في نهاية البطولة في منافسات السيدات نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونوران جوهر المصنفة الثانية بعدما حققت نور الفوز على هاني الحميمي نتيجة 3-2 في نصف النهائي بالبطولة بينما نجحت نوران على الفوز على الأوليفية ويفر 3-1 في نصف النهائي الآخر في منافسات رجال التقي مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا مع البوليفي ديجو إلياس بعدما حقق عسل الفوز على الويلزي جوه الماكين 3-1 بينما فاز إلياس على علي فرج ب3 أشوات مظيفة